ازا كان يعني الصوفية ان انا اروح فجرا السيدة نفيسة اصلي وهم قاعد في يعني اخش اخش اقعد كده يعني جنبيها كده حداها كده يعني فرحة وقرى الفتحة ما بقولش والنبي عمليلي والنبي سويلي لأ طبعا خالف لكن انا قاعد في مكان حلو انا قاعد عند نفيسة العلم انا قاعد عند سيدة نفيسة اللي لما توفت جي جزء يسحق المؤتمن عشان ياخدها يدفنها في البقية عند جدها شعب مصر كله قام ورفض رفضنا زي ما استقبلناها استقبال كبير زي ما وقفنا وقفة عظيمة جدا ان احنا مش عايزنا تمشي من ارض مصر ودفنت في مصر وزي ما الامام الشافعي اللي انا اتشرفت ان انا اقول الامام الشافعي في فيلم صعب المهام وابعت جواب للامامش بص كمان هو شخصية غريبة جدا في صاحب المهام لما كتبوا الجواب وهو راجل يعني على نهيات ويعني كما لو اني الامام الشافعي هو اه كتب باسمه مراته استحياء لانه مش شايف انه اهل انه اسمه يتكتب على جواب رايح الامام الشافعي لكن لكن هو انا اه فالامام الشافعي في مصر وبقيع في مصر وقال البيت في مصر و و و و و و و و اصحاب رسول الله في مصر فطبعا ده يعني اه وبالان ده ده احنا حبنا لقال البيت ده حب موروس من قديم الازل يعني ما روحتش حضرات ولا اه بس انا بحب اه بحب اه اروح لسيد صليح الجعفري ممكن اصلي هنا ممكن اعود ارى الفتحة ممكن واحد سيدنا الحسين با بارتاح بارتاح بكان طاهر يعني وبعدين ده برضو هو ليه حاله اه هو ربنا اضرب حاله وهو ده حاله وبس ده حال بتاع بتاع البن ادم ربنا اضرب حاله